تحيات اخواتي وحبيب وصحابي في كل مكان يا رب تكونوا بقى الخير والف صحة دايما يا رب النهاردة عندنا شربة العدس الجبارة الشتاء خلاص داخل وكمان اخر الشهر فقالنا نعمل اكلة موفرة سريعة حلوة مش متعبة ولا اي حاجة بس النهاردة هنعملها بالطريقة السعادية ما في المية يا جماعة مكونات مزبوطة جدا ومقادير مزبوطة زي ما بقول لكم مفيش احسن من الطرق اللي علمتها النامهاتنا ولا احلق منها ولا اصبط منها على فكرة دي خبرة امهاتنا وجداتنا يا جماعة طريقة بجد سهلة سريعة وهقول لك على شوية تريكات حدستها انا يعني برضو ما هلازم نحط تطش الجيل بتاعنا اه اه ضفتها على الشرب شايفة جمال يا فندم شايفة اللون بتاع فازاي وقام وكل حاجة مزبوطة فيها كهرامون زي ما بنقول عدس الكهرامون صحة كده يا سعيدة اه اهم حاجة في الموضوع يا جماعة نركز في يعني التريكات البسيطة اللي انا بديها لكم اه هي دي بقى فرق الخبرة بس قبل ما ندخل في كل الموضوع ده اشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد شايفة شايفة يا فندم شايفة الجمال اه خرابي تحفى تحفى بجدها حلوة جدا جدا اه تريكاتي انا اللي ضفتها هقولها لكم وطريقة امي بالزبط هقولها لكم برضو اه عندنا هنا المقادير ركزوا معي متخافوش انا هسيب لكم المقادير كلها في سندوق الوصفة عندي بصلاية مقطعها باي شكل مش مشكلة ما كده كده هتدرب في الخلاط ومعكة مفصل توم وجزرايا مكعبات وبطاطسايا مكعبات واحدة طماطي مكعبات زي ما بقول لكم هسيب لكم المقادير في سندوق الوصفة هنا عندي عيش شامي مقطع وتوست مقطع دي بقى ايه الاضافة بتاعتي عشان انا عندي جيلين كده فريقين والناس بتحب العيش الشامي وناس بتحب التوست فعملت اللي اتنين مقطع مكعبات كده بشكل جميل كده صغنا كده كانك بتقطع عشل الفتة بس اصغر شوية هنا عندي حبة سمنة حلوين وممكن عن فاكرة زبدة لو حبة بيبقى برضو طعمها جميل مسخناها تسخين حلو كده يعني فاهمين مش دفايان لا اعلم دفايان شوية اهو شايفين حتى التومة فيها آآ بتعمل آآ صوت كده ونزلت فيها بمعلاقة التوم حلوة كده محترمة آآ عشان كده السمنة الدافية كويس هتطلع راحة السوم بعد التوم بعد كده هرش آآ التوم والسمنة دو عالعيش كله كده واقلبهم كويس مع بعض في الوقت ده انا هكون مشغلة الفرن على حوالي يعني مية وخمسين مية وستين كده بالكتير عشان نحمص العيش ده ما تقلقوهوش فيه ناس بتحمروا لأ هيبقى تقيل وصعب جدا لكن بالطريقة دي هيبقى خفيف خف شوية يعني ما احنا كده كده حتين صنع ما مش خفيف خالص لأ بس هيكون اخف من التحميل وفي نفس الوقت الطعم رهيب كأنك بتاكل دوريتوس بالزبط طعم رهيب دوريتوس بتعم الطوم بس بيدي طعم جاء حلو جدا وخاصة التوست بصراحة آآ يعني انا جوزي من فريق القاش الشامي وبناتي من فريق التوست بس بصراحة انا تابع البنات يعني التوست تحفى بجده عامل شغل عالي جدا السمنة والطوم ومتحمص طعم وتحفى آآ وزي ما قلت لكم الفرن شغال على مياه وخمسين هنحط رشة ملح بس عشان يعني الطعم لنا العيش كده يعني السمنة طبعا ما فيهاش ملح وكده تعالوا بينا بقى على البتجاز هنا نسيتها هقول لكم ان انا حتى مع العدس معلقتين يعني نص كيلو العدس ده معلقتين رز تمام ليه بقى الرز الرز علشان ما يخلهوش يحرق معدتنا يعني هنحط هنا ومية آآ مية يدوب نغطيه يعني كأننا بنعمل الرز بس نغطيه مش نعمل حاجة تانية اتشرب ميته وشلنا اي ريمة من عليه طلعت على الوش هننزل بكل المكونات المقطعة عنها كده مرة واحدة مش بقول لكم سهل جدا وانت بتغسل المواعين في المطبخ وانت بتعمل اي حاجة في المطبخ تلاقي الاكل استوى جنبك ما عملتش اي حاجة ولا اي تعب خالص هنقلب طبعا الكمية دي ما ننساش ان الخضار طبعا هينزل نسبة مية بس لو احتاج العدس في النص كده هنكون مسخنين مية ونضيف حبة حبة بشويش عشان ايه القوام بتاعه ما يفردش معانا يبقى يدينا القوام اللي احنا مظبوطه نبقى احنا المتحكمين في القوام آآ هنزل طبعا بالتواب البتاعتي آآ ملح كمون كزبرة شطة طبعا بس لو عندنا اولاد صغيرين مش بيحبوها بلاش نحطها او نحط النسبة صغيرة بتدي طعمة حلوة يعني براحتك خالص الشطة دي اختيارية زي ما بقولك اهو انا كده قلبت كله مع بعضه هد النار خالص خالص خد بالك من موضوع تهديت النار عشان العدسة ما يشتش منك هد النار خالص وغطيه وسيبيه لو احتاج مية معاك في وسط التسوية سخاني مية اغليها وضيفي حبة حبة اهو كده ده شكله بعد مستوى شايفة قوام يعني انا ضفت مية حبة حبة لحد ما صوت القوام ده صفيته دربته في الخلط وصفيته وهو وزبطته طبعا لو احتاج حبة مية تاني حطيت هنزل بملح وكمون وكزبرة خدي بالك احنا لسه هنحط ملحة تاني وكمون وكزبرة عشان كده خدي بالك وكوني حريصة جدا في الملحة بالزيت والتوابل برضو يعني مش حيزين اقترها زيادة آآ بس كده هسيبه يغلى هغطي عليه واسيب يغلى انا كده زبطت القوام ضربته في الخلط صفيته ضفت حبة مية تاني فوق ما كان على التسوية وهسيبه خدي بالك ان العادس كل ما بيفضل بيعني قوامه باسمك فانت حاول تزبطي عادي هنا برضو جبت طوصة حطيت آآ يعني يقولي ربع كوبات زيت كده خدي بالك انا عامل هي نص كيلو فعامل كمية كبيرة جدا في يعني ما تخفيش الزيت ده مش كتير عليك انت طبعا هتحطي كميات حسب اللي انت عاملها هنزل آآ طبعا استنيته ويسخن هنزل بتوم معلقة كبيرة برضو حلوة كده التوم ده انا فرمات طبعا يا جماعة زي ما احنا متعودين وبنقول دايما مع فلفل حامي فلفل اخضر حامي بيدي طعم خطير على فكرة نسبة حرقان الفلفل بتقل ما تخافوش خالص انا متقولوش ان ده هيبقى سخنه في الاكل لا ما هتخافوش طبعا اول ما التوم غالة كده مع السمنة هنحط توابلنا حطيت كزبرة طبعا كزبرة مع التوم لازم والسمنة كمون رشة ملح صغيرة يا جماعة خدوا بالكم من الملح لان انا حطيته على مرحلتين قبل كده تمام اهم حاجة ناخد بالنا من تركة الملح بعد كده هنقلب لحد ما التوم تبدأ تصفر تبدأ ايه تصفر من خليهاش تغمق معانا او توصل لدرجة التسوية الكاملة اللي هي مثلا زي طشة الملوخية لأ تبدأ تصفر لان هننزل بالتركة المهمة يا جماعة الشعرية الشعرية بجد تحفة 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 جدا مع شربة العدس بتدي طعم خرافة هنحمرها كأننا بنحمر رز بالزبط آآ يعني شعرية للرز بالزبط يعني نوصل بها درجة الاسفرار كده الجميل كده زي الرز بالزبط آآ زي ما انتم حضرتكم شايفين وفي نفس الوقت هتكون التومق يعني قدت اللون اللي احنا عايزينه في آآ في التاشة بتاعتنا بس كده يعني ما ما فيش اي حاجة بس بجد جربوها جربوا العدس مع الشعرية بالطريقة دي هتعجبكم جدا 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 في ناس في ناس مناش دعوة بيهم زي ما بقولوكم احنا خلينا في طريقة جداتنا وامهاتنا بتحمر الشعرية وتحطها وبعدين تحمر التومق وتحطها طب كده ده انت حطتي كميات سامرة آآ رهيبة او زيت دمار يعني آآ كده هنموت بعد كده بس ونزلت بيها على العدس اللي بيغلي طبعا زي ما اقولت لكم انا هنام بعد ما صفيته وحزبط له قوامه حطته يغلي وانا جنبه بعمل الطاشة حطيت بقى نزلت بالطاشة على العدس اللي بيغلي وطبعا ما ننساش حركتنا دي حركة ستاتنا وامهاتنا المصريين اللي احنا لازم نعمل هناخد حبة من العدس ونحطها في آآ الطاشة بتاعة الطاشة كده ناخد كل آآ يعني الخلاصة اللي نزلت في الطاشة ما نسيبهاش طبعا تدينا بصراحة طعم خطير جدا بس وهنقلب كله كده مع بعض تأكدين كل حاجة مزبوطة ملحنة مزبوط قوام مزبوط كل حاجة هنغطي بس يا دوب يغلي غلوة مع الطاشة دي غلوة بس بس كده خلاص طفن عليه آآ القوام مزبوط كل حاجة شايفة شايفة لون وفندم تحفة تحفة جدا يا دوب جاهز على التقديم زي الفل ودينا هوا حطيت آآ حبة توست من اللي حمصته على الوش كده وحبة بقى دونس وكسبرة بيد تعم برضو الاخضر خطير كده ونكسر لون التقديم وبقى الفعافية لكل اللي هجربوا يا رب وكل اللي كانوا واتمنى حبيبي تجربوه بطريقتي وتسيبوه لي كومنت مش يشجعني آآ كومنت بتطبيقكم آآ في الكومنتات او في رسالة صفحة بتاعتي صفحة اكلة بنفس لو حضرتك مسلا من هوات آآ وصفات البشرة الشعر آآ الدايت آآ ميزانية توفير ميزانية البيت ووصفات لتنظيف البيت وكده يبقى حضرتك لازم تعملي اعجاب وشاهد اولا صفحتي على الفيسبوك اسمها اكلة بنفس هسيب لك الرابط في صندوق الوصف وهتزهر في اخر الفيديو ان شاء الله وكمان عندي صفحة على الانستجرام اسمها اكلة بنفس هسيب لك الرابط برضو في صندوق الوصف آآ لو لقيت متابعين كتير وتشجيع منكم هنزل كل آآ بكل آآ وصفاتي مكتوبة ويا جمال العدس ده مع مخلل البصل لسه عامله لكم من آآ الحلقة اللي فاتت هسيب لكم برضو الرابط في صندوق الوصف اسرع مخلل البصل فاقل من اسبوع هتاكلي الطعم طحفة جبار مفوش اي ريحة هسيبه لكم برضو في صندوق الوصف وقناتي زي ما بقول لكم متنوعة بين الاكل الصعيدي والشعبي والاكل اليوناني وجولات وفصح كتير جدا عملتها في اتينا واليونان ولسه كمان في حاجات في جزر اتينا وفي شواطئ اتينا كله ده آآ هتلاقيه في قناتي ان شاء الله وهسيب لك بعد يعني شوية رابط كده فيديوهات جو اللي تقتينا آآ ملاهي كده حاجات جميلة وتجهيزات البيت آآ عملنا كمان تجديد حلقة تجديدات وتجهيز آآ يعني دي كورات البيت والجنينة وآآ عملت آآ حلقة تجهيزات المدارس بس ما تنسي زر الجرس عشان يوصلك مني بكل جديد وقادي صفحتي على الفيسبوك اوعى تعمل لها تنسي تعمل لها لايك وشاهد اولا ما هتوحشوني بواي